وللمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا سعادة السفير رخى أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أهلا بحضرتك سعادة السفير أهلا بك والسهدى المشاهدين أهلا بك بالتأكيد السؤال التقليدي هو أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الشديد الحساسية بالنسبة للسودان الحقيقة أن النصر السوداني تدور في حلقة مخرجة والشعب السوداني هو الذي يعاني وبالتالي ليس هناك بوادر حل عسكري للأزمة كما يعتقد الطرفان المتحربة ولذلك لابد من التشاور مع مصرات بر أن المصر من أقوى الدول التي تربطها علاقات مع السودان هي امتداد السراتيجي البلدين كلاهما امتداد الآخر بدأ فيه في السودان أزمات كبيرة للشعب السوداني يعني مهددين بقلة الغذاء لذلك بعض التقارير بتقول أن هناك احتمالات لمجاعة الناس اللي هما النازحين من أماكنهم وعايشين لفترة طويلة وتعطيل الإنتاج أيضاً فبالتالي لابد من البحث والتشاور عن حل مخرج من هذه الأزمة المستحكمة بالتالي جاء الرئيس عفتاح البرهان وهو عمل جولة في الفترة الأخيرة أخيراً في ليبيا من يومين أو ثلاثة أيام بيستشير يعني إيه المخرج يعني أنا في رأيي الشخصي أن المخرج هو أن الخروج الآمن للطرفين يعني ترى الآن سعادة السفير أن الحل العسكري حل غير عملي وأنه لابد من الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة بالتأكيد لأنه هو باعت السودان هو فيه طبيعة قبلية عشائرياً فمن الصعب جداً أن السلطة المركزية اللي هو الحكومة والتيش يقدر يسيطر عليها طالما أنه فيه ناكع ناصر بديها سلاح ولديها موارد لهذا السلاح ولديها الإقليمية تعيدها سواء دول جوار أو دول في المنطقة العربية فبالتالي الصراع وصل لمرحلة أنه هو خلاص سيستمر على كده فلازم المخرج المخرج هو الخروج الآمن للطرفين بحيث أنه هو يتم التحول إلى حكم مدني والطرفين ما يبقاش فيه لبقى لمطاردة ولا متابعة قضائية ولا إلى آخره ويبقى فيه الحكومة البداية في خلال تطوع الموقف وتوصل إلى التحرابات هناك بعض التحركات الإقليمية منذ فترة سواء في منبر جدة أو لقاء المنامة ولكن أيضا هناك منذ يومين الولايات المتحدة الأمريكية عينت مبعوثا خاصا أمريكيا إلى السودان توم برييلو كيف ترى هذه الخطوة الدبلوماسية الصحيحة والمتأخرة نسبيا ده يعني هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي أحد الأطراف الخارجية يعني أن هي بتحاول أن هي تحل الأزمة ولكن المشكلة الأساسية هي بتقل الجوار اللي بتساعد الأطراف سواء حركة الدعم السريع أو بالنسبة للجيش أيضا الدول العربية المتسمة يعني المتحدة أن يحل إهدافيا بأن الطرفين يتفقوا على أنها يخرفوا ويسابقوا حكومة مدنية الحكومة المدنية تعد الانتخابات ويكون فيه طمنات وده السوق التبع في أمريكا اللاتينية وفي بعض الدول الأفريقية أنه هو الخروج الآمن للأطراف المتسرعة بس أنها لا تلاحق قضائيا أو جنائيا الطرفان التقى بالفعل في منبر جدة ووقعوا على وثيقة أطلقوا عليها وثيقة نواية حماية المدنيين ويبنى عليها ما ربما ما تقول حضرتك الآن الوضع يعني الوصول إلى هذا الخروج الآمن هل يمكن البناء على هذه الوثيقة أم أن الأمر يحتاج آلية أخرى للوصول إلى هذا الخروج الآمن أعتقد أنه لا يعني دي كان مندوبين عن الترفين ليس الثرفين وإنما أعتقد أن المجهود اللي بذلوا رئيس الزراء الأسبق عبدالله حمدوك يكمل هذا المجهود بأنه يرتب لقاءه وبناء على التصور معين هو عنده تصور لأنه قبل كده كان رئيس فبالتالي ويتمع الترفين بمساعدة جيبوتي لأنه جيبوتي يبعتهم الأكثر من مصر فده يتم جمع القائدين وليس أن النواب عنهم عشان يتخذ قرار فعلا وينفذ إنما النواب لابد أن يرجع سوف يعود الموضوع إلى مكان عليه سعادة السفير أعود مرة أخرى إلى الجهود المصرية وثوابت الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الشأن السوداني في الحفاظ على وحدة السودان ووحدة أراضي وسلامة المدنيين الشعب السوداني الشقيق كيف ترى هذه الجهود على مدار الفترة الماضية في محاولة لحل حالة هذه الأزمة؟ يعني المصر تنسي بقدر ما تستطيع أولا في استضافة الأشقاء السودانيين يعني نحن في أي مكان الآن تجد الإخوة السودانيين القادمون من السودان واستضافتهم وتقديم كل المساعدات له أيضا بالنسبة لمحاولات حالة الموقف لأن الموقف صعب للغاية مساعدة انتقال العاصمة إلى بور سودان والسفارة المصرية هناك بتقدم كل المساعدات للمسؤولين وغير المسؤولين السودان بالنسبة لي هو معبر لمياه النيل وفي غاية الأهمية ولا بدهم نحفظه على استقراره وسلامته لأن هذا بأثر أيضا على الأمن والاستقرار ليس فقط في مصر وإنما في كل الدول المجاورة للسودان من النحية الإنسانية أيضا ساعدت أسافير يعني كان هناك مطالبات عديدة بدعم إدخال المساعدات الإنسانية إلى السودان لأنكما ذكرت حضرتك الوضع في غاية الصعوبة الأوضاع الإنسانية هناك ولكن على أرض الواقع هناك صعوبات شديدة كيف يمكن يعني لمصر وهي دولة الجوار الأولى إلى السودان أن تساهم في هذا الدعم يعني بلا شك هو مهما قدمنا من دعم فإنه هو هيستهلك وطبعا مصر قادر على هذا سواء دعم لا يجب أدوية بعض الأغذية الآن رغم أن السودان كان مفروضا يعني من سنين طويلة أن يكون سلة الغذاء للعالم العربي ولكن الوضع الحالي هو الحل الأساسي والعملي هو الحل السياسي للخروج من هذه الحلقة المفرغة من الصراع وتدمير إمكانيات السودان شعبا وموارد وإمكانياته كل هذا هو الحل الوحيد الذي سيؤدي إلى أن يعود السودان مستقرا ويبدأ عملية عادة التنمية مرة أخرى بعد زيارة الفريق برهان إلى ليبيا والآن هو في القاهرة ومحدثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هل برأيك هل ممكن أن تكون هناك آلية ثلاثية ما بين مصر وليبيا والسودان للوصول إلى هذا الحل السياسي لا أعتقد أن ليبيا نفسها محتاجة مساعدة يعني هو ورح ليبيا لأسباب أنه كان فيه دعم سريع كان زمان أيام ما كان اسمه الجانجاويد كانوا موجودين في ليبيا فبالتالي باحتمالنا عن طريق برضو شركة باكنات الروسية يكونوا تقدموا مساعدات للدعم السريع فده استشارة في جانب آخر خالص لكن ليبيا نفسها محتاجة مساعدة ما ستستطيع مع السعودية والإمارات ودول الجوار أنها تصل إلى التوافق وتمشت دور رئيس المزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك ليقن المبادرته التي توقفت عندما كان مفترضا أن يقابل الرئيس عبدالفتاح الترهان نعم أشكرا جزيلا شكر سعادة السفير رخى أحمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا